تزامنا مع العقوبات الأمريكية على طهران ومع اشتداد الخناق على النظام تتواتر التصريحات من المسؤولين والاقتصاديين الإيرانيين حول كارثة ستحل بالنظام السياسي الحاكم تتمثل في إسقاطه من الداخل باحتجاجات شعبية لن توقفها القوة الأمنية الضاربة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي حذر من تحركات شعبية باتجاه الإطاحة بالمنظومة الحاكمة بعد أن أيقن الشعب عدم وجود تغيير حقيقي مبني على وعود الإصلاح التي يطلقها الساسة لاحتواء الغضب الذي يتفجر من فترة لأخرى في عموم مدن البلاد ويقر خاتمي أن الاستياء الشعبي وصل إلى مراحل خطيرة تجاوزت حدود الاعتراض والتذمر إلى الرغبة الحقيقية في التغيير ويقترح على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات للحيلولة دون زوالها رغم يقينه الذي صرح به بأن طرق الإصلاح أصبحت مغلقة تمرد الحفات وثورة الفقراء عنوان المرحلة المقبلة هكذا يصفها أستاذ الاقتصاد بجامعة أصفهان محسن رناني الذي يشير إلى أن الطبقة الفقيرة باتت تشكل سواد الشعب الإيراني ويؤكد رناني أن مستقبل البلاد أصبح غامضا فاللاعبون الاقتصاديون لا يريدون المجازفة بثرواتهم في ظل هذه الظروف السيئة وبناء على ذلك سيبقى الاقتصاد راكدا وهو ما سيحول البلاد إلى براكين غاضبة تبدأ بشرارة وتنتهي ببحار من النار تحرق أركان قرابة أربعة عقود من الحكم صحف إيرانية رسمية كانت قد استشعرت محطة النهاية لنظام الحاكم كصحيفة جوان التي ذكرت أن الاقتصاد الإيراني بات على شفى الانهيار وبات بانتظار ضربة قد تصيبه في مقتل حيث البلاد على موعد مع نكبة جديدة بتأثير عقوبات الرابع من تشرين الثاني المقبل والتي يصفها المسؤولون الأمريكيون بأقسى عقوبات على مدى تاريخ البلاد ويذهب البعض أبعد من ذلك حين يعتبرها ضربة قاضية تقسم ظهر المنظومة المترنحة ترجمة نانسي قنقر